بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده بعد فهذه القراءة لرجوزة المدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب الشافعي من نظمي الشيخ الكريم الحبيب أبي معاذ إبراهيم بن عادين البكري نفع الله به كان الإمام الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من عوض أو خلف قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كالشمس كان الشافعي للدنى ليس لها من عوض أو اغتنى وكان للأبدان كالعافية أشجر بها من نعمة ضافية بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقة المقدمة قال الفقير أضعف العباد من ضعفه بين العباد بادي أبو معاذ إبراهيم البكري الشافعي القاهري المصري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد فالقصد هذاك الباري نظم لشارد يفيد القاري في مذهب الحبر الإمام الألمعي المرتضى محمد بن شافعي ضمنته فوائدا كالدراري بها تقر أعين المستبصري معتمدا أصل كلام السيد محمد إبراهيم نجلي أحمدي وغيره من المباحث التي أفدت منها ناظرا بمقلتي مثل كلام الديب في المقدمة والعلوي في كتاب أحكام وأكرم ابني عمر القواسمي والعيد روس صالح بن سالمي سميته بالمدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب سميته بالمدخل المهذب للسالكين في خضم المذهب عسى به تفتح أبواب لمن يجيء بعده على مر الزمن ولم يجل بخاطر أن ينشر لكن رأى نشرا له بعض الورى فانظر له بنظرة الإنصاف ولا تكن مزدريا مجافي ومن رأى الخلل أصلح الخلل وقل ما ينجمر أم من الزلل وللجواد في الرهان كبوة وللحسام في القراع نبوة وها أنا أشرع فيما رمته بعون رب واحد قصدته والله أرجو النفع والإفادة والعفو والقبول والزيادة فصل في الحث على التفقي على مذهب الشافعي رحمه الله فقه الإمام الشافعي حصل وادأب بجد فيه حتى تنبل حتى تصير في عداد الأدباء العلماء الفضلاء النجباء إذا علمت فاستمع كلامي وادعو بحسن البدء والختام مسأل الله حسن البداية وحسن الخاتمة فصل في نسب الإمام الشافعي رحمه الله يا سائلي عن نسب الإمام القرشي قد نماه النام محمد إمامنا فلتسمعي لنسب شنف كلما سمعي هو ابن إدريس بن عباس الأب عثمان شافع يليه السائب ابن عبيد بعده يجيء عبد يزيد هاشم وضيء وهاشم أبوه قلت المطلب وقمر البطحاء أصل ينتسب فاجتمع الإمام مع نبينا صلى الله عليه وسلم في نسب يبزع منه نجمنا فصل في مولد الإمام الشافعي ووفاة رحمه الله مولده بعسقلان أو يمن بل غزة على القوي المؤتمن في مئة وبعد خمسين ولد وعاش أربعا وخمسين اعتومد ثم قضى إلى الرحيم نحبه بأرض مصر عندهم مرقده فصل في مصنفات الإمام رحمه الله مصنفات حبرنا الهمام جليلة عظيمة المقام كتاب حجة جماع العلم مع إبطال الاستحسان منه قد نبع كذلك الأمي ورده على الحنفي محمد شمس العلا وسيئة للأوزاع أيضا واختلاف علي مع ولد مسعود اختلاف ابن أبي ليلى مع النعماني ومالك والشافع بياني فرائض الله تعالى معصيفة نهي النبي زده ربي تشريفة صلى الله عليه وسلم كذا اختلافا للحديث صنفا مثل رسالة الأصول فعرفا وغيرها ولتحذر أن ما نسب إلى الإمام الشافعي من كتب إلى الإمام الشافعي من كتب ومن يريد توسعا فليرجع لمدخل القواسم وليعي فصل في حضاء الإمام الشافعي رحمه الله وبيني جملة ممن صنف فيها كالشمس كان الشافعي يلدنا ليس لها من عواض أو اغتنا وكان للأبدان كالعافية أجدر بها من نعمة ضافية له من الخصال والشمائل والزهد والخشية والفضائل مناقب تبلغ عند الناظري مفاق حق المبلغ التواتري عالم أهل الفقه والقياس مشتهر بذاك عند الناس جامع أهل الرأي والحديث بفقه وسعيه الحثيث بعد شتات وخلاف دام بينهم الدهور والأعوام وحيثما إلى القرآن تجنح فالشافعي راجح مرجح مع علمه الناسخة والمنسوخة قد حاز فيه السبخة والرسوخة وفي الحديث كان واسع النظر مطلعا من اصطلاح وأثر فدونك المسند خير شاهد محفظه موطأ بالسند وكان يدعى ناصرا للسنة وقد ملي بحكمة وحنكة قد بلغ الغاية في علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب سل الإمام الأصمعي الأورع ينبيك عن دقة ما قد سمع مما وعاه الشافعي البر من شعر قبيلة هذيل فاستب وغير ذي من الفضائل التي جادت بها قرائح الأئمة مثل النواوي الجوهري الظاهري كذا الجوين بن رشيق العسكري كذا السيوط البيهقي الحاكم كذا ببغداد الخطيب العالم والعسقلان بن الصلاح الموصلي أبو نعيم الأصفهان الموئلي كذا كعبد القاهر البغداد ونجل مبرد بن عبد الهادي وشيخ الإقراء الإمام الجعبري ونجل حبان معز مخشري والدار قطن بن الملقين عمر وابن كثير القراشي المشتهر وغيرهم ممن يضيق نظمي عن عدهم وحصرهم بالرقمي فإن بعض الفضلاء ذكر بضعا مع السبعين حين حرر فصل في تعريف المذهب اصطلاحة المذهب الذي إليه قد ذهب مشتهد معتقدا له انتسب ومنهما أجري مجرى قائله أو شملت علة من علله فصل في أطوار المذهب إجمالا أطوار مذهب الإمام الشافعي أربعة فاكها يا ألمعي تأسيسه فالنقل فالتحرير فمستقر طوره الأخير فصل في طور التأسيس تأسيسه على يد الإمام وكنهه يتيك في نظام للشافعي مذهبا نعلم هما هما القديم والجديد حزهما فالمذهب القديم في العراق سماه إبراهيم حقا كذاك يونس بن عبد الأعلى عليه رحمة العلي الأعلى وولد الزبير ثم حرمل من الروات الجديد النقل سابعهم إلى بويط انتسب فجاهد النفس وجد في الطالب فصل في ذكرواة آخرين لم يشتهروا كشورة من سبق فصل من الروات غير ما ذكر عن الإمام الشافعي فيما اشتهر مثل ابن مهدي العنبري والأصمعي ونجل مقلاس الخزاع الورعي ونجل مقلاس الخزاع الورعي أبي عبين القاسم سلامي وقحزم ابن قحزم همامي للمزاني أخت فكانت تحضر نجالس الإمام فيما يذكر تكناب أم أحمد زكية فقيهة منيبة تقية فصل في طريقتين الخراسانين والعراقيين وذكر جماعة من من جمع بينهمها هذا ومن طرائق الترقيم لكتب الفروع والتقسيم طريقتان للصحابة عنهما ترعرعت أئمة عليهما طريقة إلى العراق تنتسب وبعضهم لخراسانا ينتخب وطارة يسمون بالمراوزة نجوم في الأفق كان بارزة أولاهما للإسفراين اعتازت وأبو حمد عنه نقلت وانتهجت طريقة العراقي إصابة بنهج ذكا الراقي مثل سليم الرازي مثل سليم الرازي البندنيجي والطبري الطيب الأريجي والطبري الطيب الأريجي كذا المحاملي وهو الجد حبر فقي زاهد مجد وصاحب الحاوي إليه ودي قاضي قضاة العلم الماوردي ثانيه ما يرأسه القفال هو الصغير حاذق مفضال وكالجوين الأبي والفران والحبر مسعودي النوران كذا حسين القاضي والسنجي أئمة طريقهم زكي ثم أتت بعد وجوه بارزة فجمعوا العراق والمراوزة كالشاش والصباغ والرويان والمتولي عابد الرحمن لغنية تتمة قد ألف وبعده الغزال أيضا اقتفى وشيخه الإمام عبد الملك من قبل دار حول هذا الفلك فصل في طورة التحرير والاستقرار والكلام عن المحرر والمنهج وأشهر شروح الأخير ومختصراته ومنظوماته ثم أتت مرحلة التحرير على يدي محرر النحرير الرافع يصنف المحرر فصار بعد عمدة للنظار ثم أت النواوي بعده اختصر كتابه فزاد فيه وزبر فأمنه الشدات طالبين واستظهروا منهجه يقين وكثرت شروحه كالتحفة والمغن والسراج والنهاية والزادر المحتاج والعجالة ونجمنا الوهاج ذي الإبانة والكافر المحتاج ذي الدقائق والابتهاج بعد جاء للتقي وكل راغب النحال الكنزي كنز منه وحظي بالفوز وبعضهم قد قام باختصار مقاصد المنهاج في أسفار فاختصر المنهاج في الوهاج ومنهج الطلاب وابتهاج ونظم المنهاج في أنظام كثيرة عديدة المرام جلالنا السيوط والأشمون جلالنا السيوط والأشمون أبو الحسن وأحمد الباعون ونجل يوسف جمال الدين ونجل قرموز كذا السوبين والطوخ والمليج والنجار وغيرهم أجلة أبرار وبعضهم على الفرائد قد تصل نظم لها فحاز سبقا وذخر كوجهة المحتاج والحلاوة في حسنها والسبك سكرية في درة المقال للدمير نظم لشرح نفسه النظير ثم استقر المذهب المنتخب وشهاده رهت كرام النجب وشهاده رهت كرام النجب مثل خطيب الورع الشربين والهيتمي البارع الأمين وشيخ الإسلامي والأنصاري وبحرنا الرمليذ الفخاري وغيرهم من التقاط الحكمة ممن هداهم ربنا وكرم فاصل في ذكر أبرز سمات المذهب القديم ومن سمات المذهب القديم وفاقه في الأغلب العميم لمذهب الإمام مالك الأغر لكنه عن اجتهاد ونظر فاصل في ترجح المذهب الجديد وذكر عدد المسائل التي يفتبع على القديم ورجح للمذهب الجديد إذا أردت منهجا رشيدا واستثني منه أربعا مع عشر رجحانها في القديم يجري إلى ثلاثين من المسائل أفتابها الكبار في المحافل فاصل في الكلام عن اختلاف الشيخين الرافعي والنووي رحمهم الله إن يتفق مع الإمام الرافعي النووي فجزم أخي وقطاعي بأن ذاك مذهب المحقق وعند الاختلاف صاحي أطلقي مقارة الإمامية حي النووي تفز بعلم واسع وترتوي فاصل في الكلام عن اختلاف الإمامين الرملي والهيتمي رحمهم الله مسألة إن الخلاف قد وقع بين المحققين ماذا نتبع هل اقتف قول الإمام الهيتمي أم شمسنا الرملي ذي المكارمي فاسمعني ما يقول با كثير في رجز التقليد بخبيلي وشاع ترجح مقال ابني حاجر في يمن وفي الحجاز فاشتهر وفي اختلاف كبه في الرجح الأخذ بالتحفة هم الفتح فأصله فشرحه العباب إذ رام فيه الجمع والإعابة واسمعني ما أقول في الأبيات أي قضر الله من السبات أمين وأهل مصر رجحوا النهاية لقوة في صحة الرواية حيث الكتاب يا أخي الصححة بحضرة من الشيوخ الصلحة فصححوا وقوموا ونقدوا كتابه لأجل هذا اعتمدوا والحق في الترجيح أن يعتمد موافق الصواب واستمد فاصل في ذكر القواعد الخمس الكبرى التي بني عليها المذهب أمورنا بمقصد عادات محكمات قال وإثقات يقيننا بالشكل يزول يذكر ذا أئمة العدول تستجلب المشقة التيسيرة مضرة تزالكم بصيرة فتلك خمسة من القواعد قام عليها مذهب المجدد رحم الله بص في أشهر إلقاب الأعلام المذكورة في الكتب الشفعية في الكب إن لفظ الإمام أطلق فهو إمام الحرمين حقق وحيث قيل القاضي فالمعني به هو الحسين عندنا فانتبه وصاحب الحاوي مع الرويان القاضيين دون متواني والنووي والرافع يوسمى بلقب الشيخين عند العلماء وإن يقى المصطلح الشيوخ فمعهما التقيذ الرسوخ وحيثما اسم الربيع يطلق على المراد لا سواه يصدق وشارح محقق والشارح هو المحلي الجلال الناصح وشارح منكرا أو مطلق فواحد من شارحين حقق وشيخنا إن قالها الشربين كشمسنا رملينا الأمين فشيخ الإسلام المراد فانتخي وإن يقول لنا الخطيب شيخ عن الشهاب الوالد الرملية فذارسا ما قلته مليا إن أطلق الشراز في المهذب مصرحا بلظه المهذب أبا سعيد فهو أبا سعيد فهو الإصطخري أما أبو العباس حيث وجري فولفقه بن سراج الميزي حيث أبو إسحاق جاف المروزي ثم المحمدون حيث يذكروا في كتبنا فأربع تحرر المروزي محمد بن نصري ثنيهما محمد بن المنذيري وابن جليل الطبري والتعي ابن خزيمة ختام الأربعي فصل في أشهر رموز مذكرة في كتب الشافعية هكا رموز الشافعية التي في كب بكثرة تجلت فأجل البرهان ذا الأجور وإطل الإطفيح ذي الحبور والباء للسيدي والباء للسيدي عبد الله العلوي الحضرمي الزاه وبجك بم كل ذلك عالم على البجير مي كل المتاسم وباجل الباجوري أما بر للشمس بالماوي نستقر وجاءت لسيد الجفري العلوي اليمان الحضرمي وحج الهيتمي وأما حفه محمد الحفني به نحتفه حل علي الحلبي وعب عبد الحميد كل ذاك ينسب لحبرنا الوقول خد بيان عبد الحميد نجم دارستان خاطي الخطيب الشربني بني وخضي الشوبري خضر بذا قضي وزيال الزياد وابن قاسمي سبا وقد يدعون ذاك بسمي سل المزاحي ثم الشين الأشخر شقك شرق الشرق الشرقوي الأزهر شقك شرق الشرقوي الأزهر وفشل الفشن وأما مدى من أحرف المدابغ استمدى وقال للقليبجة في الكتب ورمز طبلاوي لديه مطبي وكر أو الكاف كلاهما سوما للعالم الكردي سليمان حكما عينه والعنان ذو الترأوس لكن عشعلي شبرى ملس ورم هو الرمل الكبير والد ومر هو الصغير نعم السند فصل في أشهر المصطرحات المستعملات في كتب المذهب وواجب لطالب التمذهب معرفة لما حك في المذهب على لسان الفقهاء إذ هموا اصطرحوا على رسوم تعلموا طرق وأقوال صحح وأصح نص وأوجوه وجوه تتاضح والظاهر الأظهر والغريب قابله المشهور يا أريب كذلك القول الجديد وعكسي وحاذرا من منطق ملتبس والأجبى والتخريج والأصحاب بذكرهم حديثنا يطاب جزاهم الإله كل خير بحرصهم ونفعهم للغير والتعلم النصير التوضيح مع صيغ تضعيف لديه متقع فصل في تقسيم بعض العلماء لمراتب الاجتهاد والذكر السقاف في فائدتي عن بعض مراتب البنية في الاجتهاد أنها ست بلا شك أتتكها هنا على الولا المستقل ثم بعض المطلق ذو الانتساب قال المحقق ثم تأصحب الوجوه بعدهم اجتهد الفتوى وجاء إثرهم قومهم النظار في ترجيح ما فيه الخلاف بين شيخين آنما فيه الخلاف بين شيخين آنما وفي الأخير حامل الفقه وهم ذو اختلاف وتباين علم فصل في ذكر العلم العشرة الواجب صناعة تعلمها لمتبع المذهب عشر من العلم حتما واجب صناعة لمن يروم مذهبه الفقه والأصول والقواعد كذا الجلال والخلاف الوالد ثم الفروق بعد تاريخ النمي لماذا بالمع الصلاح اعلمي والطبقة ثم تخريج آتى على أصول محكمات يا فتى والختم بالفتوى وبالتحرير واشكر لنجل سالم بحيري خاتمة نسأل الله عسنها تم بحمد الله ذي الجلالي مرمته في ذلك المقالي معترفا بالعجل والتقصير في أمري الجليل والحقير وربنا المسؤول والمأمول أن يجبر الكليل والعليل أن يجبر الكليل والعليل فالحمد لله العظيم الشاني ومانح العطاء والإحسان ثم صلاته على المختار صلى الله عسم آله وصحبه الأخيار ومن تلى من أهلنا وصحبنا والمسلمين في بقاع أرضنا تمت بحمد الله تعالى إلهي نجيه من كل ذلك فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لي في المدية مستقرا وإسقا ثم دفن من بقية وفلي ولوالدي ولمشايخ المسلمين وصلي وسلم وبركة عن نبيه محمد بعد خلقك ولضى نفسك وزيت عاشق ومدادة كلماتك آمين